راديو الأهرام يقدم تكتيك تكتيك والرأي ليك مع بهاء الدين يوسف أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تكتيك النهاردة التحدي اللي عندنا هو أننا ما نتكلمش ولا كلمة طول الحلقة عن محمد صلاح تابعونا وحكموا هل هنقدر نلتزم بكلامنا ولا لا أول فقرة في حلقتنا كالعادة هي فقرة التغريدات إنجلترا كلها ملهاش سيرة من يوم الحد غير سيرة راجل الشرطة اللي بيشتغل فني صوت بارتايم في محطة بيتي سبورت الإنجليزية واللي بقى بطل بالصدفة بعد ما أنقص حياة جلين هودل مدرب توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق موقع The Football Republic على حسابه في أنستجرام قال إن الشرطي اللي اسمه سايمون دانيلز يستحق جائزة الاحترام والحقيقة ده كان ملخص للي اتنشر في عشرات الصحف في المواقع في بريطانيا عن الراجل اللي شاف هودل وهو بيقع في الاستيديو بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة كل اللي كانوا موجودين كانوا في حالة زهول إلا عم سايمون اللي كان مستفيد من دورة إسعافات أولية أخدها في الشرطة وجري على هودل ومعاه جهاز إنعاش القلب أعتقد اسمه Cardio Pulmonary Resitation وعمل لهودل الإسعافات الأولية للدكاترة قالوا لما وصلوا بعد كده إنها سهمت في إنقاص حياة النجم الكبير في الكرة الإنجليزية كلاعب ومدرب سيبكم من كل ده أهم حاجة لفتت انتباهي في الموضوع إيه بقى حد فيكو خد باله إن الراجل شرطي وبيشتغل فني صوت بعض الظهر حتى في إنجلترا بيشقوا على أكل عيشهم موقع بليتشار ريبورت راصد لقطة طريفة جدا في حسابه على إنستجرام قال إن إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو منتخب أسبانيا احتفل خلال الإسبوع اللي فات بقدوم مولوده الثالث وسجل في آخر الإسبوع هاتريك في مرمى إيبار في مبارلة عملت يوم السبت كمان لويس وارز مهاجم برشلونا احتفل بمولوده الثالث قبل أيام وختم الإسبوع بهاتريك في الريال يعني من هنا ورايح الموقع يعني قصد يقول إن من هنا ورايح كل واحد هيجيب أهداف على قد عياله يا ساتر شوية ونلاقي انفجار سكاني عند لعيبة الكورة في العالم نطلع من التغريدات لفقرة الأرقام موقع الإحصائيات أوبتا قال إن فريق نيو كاسل اللي بيحتل المركز القبل الأخير وبيدربه رافا بنتيز فشل في تحقيق ولو فوز واحد في أول عشر جوالات من الموسم ده ده رقم سلبي قياسي يا جماعة ما حصلش في تاريخ النادي قبل كده غير مرة واحدة من 120 سنة تحديدا موسم 1898-1899 كويس إن محدش من اللي شافوا الفشل الأول لسه عايش علشان يشوف الفشل التاني القصة اللي جاية دي بقى ميكس من أرقام وطرايف وانتقادات وحاجات كتير جدا كلها حوالين ركلة الجزاء اللي سددها الفرنسي بول بوكبا يوم الحد في ماتشل يونايتد وإيفرتون طريقة التسديد اللي بتتعرف باسم بازار بينالتي بتتلخص الطريقة في إن اللاعب بيعد يتدلع كده قبل ما يروح للكورة ويشوتها والحارس يصدها لكن بشكل ما الكورة تدخل المرمى تاني إما بترجع لللاعب يسددها جوه المرمى أو لحد من زميله أو بتضرب في قائم أو أي حاجة والمهم إنها بتدخل تانية ومن هنا جي اسم البنالتي اللي بيعني ترجمته يعني بالعربي اسمها ضربة جزاء غريبة بازار بنالتي كل مواقع التواصل الاجتماعي حفلت بآلاف التعليقات والتغريدات على بوكبا وتسديدته اللي هو قال إنها كانت متعمدة تعمد يعملها بالعند في جرايم سونس اللاعب السابق ومحل القناة سكاي سبورتس البريطانية اللي كل الصحف هناك عارفة أو بتوصفه إنه هو أكتر واحد بينتقد بوكبا على كوكب الأرض إحصائية طريفة قالت إن أوسام بولت بطل سباقات الميت متر بياخد وقت أقل عشان يخلص السباق ده من الوقت اللي خده بوكبا من خط منطقة الجزاء لغاية نقطة البنالتي علشان يشوت الكورة الطريف بقى بعد كل ده إن بوكبا قدر يسجل هدف بعد محارس إيفرتون ومنتخب إنجلترا بيكفورد صد البنالتي الأولاني ورجعت الكورة لبوكبا عشان يجيبها جون أما لو كان ضيحها كان الجمهور هيعمل فيه إيه فقرة رئيسية عندنا النهاردة كنوع من أنواع التغيير عن الكلاسيكو الكلاسيكو الأرض اللي اتعامل يوم الحد بين برشلونة وريال مادريد وانتهى بفوض صاحك لبرشلونة بخمس أهداف مقابل واحد مع الرافة النهاردة هيبقى معانا صديقنا العزيز عشان يحللنا المطش الأستاذ خالد ممدوح خالد مساء الخير سأل نور بهاء هلانوسان أول سؤال يمكن بييجي على بال ناس كتير ليه برشلونة كسب وليه الريال اتغلب وليه الريال تحديدا فشل في التعادل لما كان ضاغط برشلونة في أول نص ساعة من الشوت التاني طيب هو بداية نتوقف عند طريقة لعب الفريقين طريقة لعب برشلونة لم تتغير طريقة لعب ريال مدريد اتغيرت تقريبا بشكل جذري مع وجود المدرب لوبتيجي ما عليكش سؤال ايه طريقة لعب برشلونة اللي ما اتغيرتش وهل طريقة لعب ريال اتغيرت في المطش ده ولا من زاعة قدوم لوبتيجي طريقة لعب برشلونة هي الاستحواذ على الكورة وحرمان المنافس منها بشكل أساسي الطريقة دي تقريبا ما اتغيرتش عند برشلونة من أيام جورديولا يعني المدربين اللي بيجوا كلهم بيطبقوا نفس الطريقة فالفيردي بيدخل شوية تحسينات انه يحافظ على يقوي وسط الملعب يعمل كثافة في وسط الملعب عشان يخف الضغط على الدفاع لكن بشكل عام الطريقة ما بتتغيرش فرقة بتستحوذ على الكورة من أول حارس المرمى ما فيش كورات طويلة لعبة على الأرض الصبر الشديد جدا اللي أحيانا بيصل لدرجة الملل شوية الريال مع زين الدين زيدان كان بيلعب بشكل مباشر على المرمى ما يهموش الاستحواذ يعني بيلعب كورات طويلة لو ده ماشي الحال بيلعب هجمة مرتدة سريعة جدا مع وجود لوب تيجي من بداية السيزن غير الطريقة بيلعب على الاستحواذ طيب السؤال المهم هل العناصر اللي عنده في ريال مدريد قادرة على تنفيذ الطريقة دي الإجابة الظمن واضحة هو دلوقتي التاسع في الدوري وهل يعني طريقة دي أكيد ما تنفعش قدام برشلونة على طريقة المسألة البلدي إنه مبروم على مبروم ما يلفش يعني يعني هي ما نفعتش قدام ليفانتي يعني ما نفعتش قدام فرق أضعف كتير قوي من برشلونة أنا ألا الاستغرب طلول وانا بتفرج على الماتش في الشوط الأولاني هو ريال مدريد بيعمل إيه بكورة يعني لم يعني حتى ما كانش في خطة واضحة لعيبة مش قادرة تنقل ثلاث نقلات وربعة ما فيش شخصية يعني للريال طيب هو كان بالمناسبة دي أداء أو أسلوب فالفيردي كان بيقابل بانتقادات شديدة خصوصا بعد برشلونة مضيع تسع نقاط في الأربع ماتشات اللي قبل أشبيلية خسر ماتش وتعادل ثلاثة في ماتشات سهلة هل شايف أن بالفيردي في ماتش برشلونة وريال هو اللي تحسن ولا الريال اللي كان سيء قوي لا هو الريال أنا مش شايفه كان سيء قوي يعني بشكل استثنائي الريال سيء قوي من بداية الموسم هو اللي حصل أنه بالفيردي من ماتش أشبيلية بدأ يحط إيده على التشكيلة المثالية وتحديدا ثلاثة خط الوسط اللي هو بوسكيتس وراكيتش وأرثر ميلو يعني ده الثلاثة النموزجي دلوقتي في برشلونة في الأربع ماتشات اللي بنكلم عليهم الخسر مباراة غريبة جدا من لجانس وتعادل ثلاث مباريات كان بالفيردي يعني بالبلدي كده بيفتي يعني بيغير في اللعيبة بيريح لعيبة بشكل مش منطقي من الواضح أنه هو كان بيدور على التوليفة المثالية فوصلها من الواضح في إشبيلية ولعب بيها قدام أنتر ولعب بيها قدام ريال والأول مرة ثلاث ماتشات تقريبا وره بعض نفس التشكيل برشلونة ودي حاجة جديدة يعني هل نقدر نقول أن أرتر ميلو البرازيلي هو بطل بالصدفة يعني اكتشاف بالمصدفة بها يبقى نجم الفريق خصوصا أنه طريقة أداءه واضح أنها قريبة قوي من طريقة أداء شافي اللي برشلونة مفتقد دوره من ساعة ما ساب الفريق هو خليني بس أقول يعني لا مش صدفة يعني أرتر ميلو دا اللي متابع التعاقد معاه برشلونة تقريبا بقاله سنتين حطت عينه عليه من ريميو البرازيلي والمفاوضات راحت وجات وكده فهم واضح أنه هو جاي تحديدا يلعب الدور ده علشان كده هو اندمج بسرعة مع الفريق ومن ضمن علامات الاستفهام الكبيرة أن فالفيردي آخر من يعلم يعني فالفيردي بيغيره وما كانش بيعتمد عليه هو دا اللي أنا بقصده تحديدا ما بقصدش على إدارة برشلونة على اكتشاف فالفيردي لقدراته السرية هل دا كان صدفة؟ والله وبالنسبة للفالفيردي أنا شخصيا ليتحفظ عليه كمدرب بحجم برشلونة وأخشى ما أخشاه فعليا على برشلونة من فالفيردي أنا لا أخشى على برشلونة أنا كحدة أنا معلش نقص فأنا بشجع برشلونة كمشجع يعني أنا كمشجع لا أخشى على برشلونة من المنفسين بل أخشى عليه من فالفيردي وأخشى أنه يتكرر اللي حصل قدام روما السنة اللي فاتت يعني طيب خالد ممدوح للصحفي المتقلق صديقنا العزيز والمجنون برشلونة زي ما بنقول عليه بيحذر جماهير الفريق الكتالوني من مدربه شكرا خالد استمتعنا بتحليلك وإن شاء الله نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله شكرا جزيلا بالتوفيق وألف مبروك لبرشلونة تكتيك تكتيك والرأي ليك مع بهاء الدين يوسف موسيقى موسيقى موسيقى